بتاريخ 26-8 توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين لاتفاق مبدئي بسمح للهيئة المستقلة الأمريكية لمراقبة أعمال الشركات العامة المعروفة اختصارا برمز PCAOB بينها تراقب البيانات المالية الخاصة بالشركات الصينية المدرجة بالولايات المتحدة الأمريكية وعددها حوالي 200 شركة منها شركات مثل علي بابا و نيو و اكس بينج وغيرها من كبرى الشركات الصينية القرار بحد ذا تؤدى لارتفاع قوي للأسهم الصينية في بداية تداولات يوم الجمعة ولكن بعدها مع انهيار الأسواق خلال يوم الجمعة بعد تصريحات البنك المركزي الأمريكي تراجعت كل الأسهم ومن ضمنها الأسهم الصينية اللي كانت من أقل الأسهم تراجع عن يوم الجمعة لكن خلال الأسبوع الحالي استمر تراجع الأسهم الصينية مع تراجع الأسواق بمعنى أنه تقريبا المستثمرين إما أنهم نسيوا الخبر أو أنهم ما انتبهولوا أو بمعنى أنه المستثمرين ما أخذوا الخبر على نحو جدي والسبب في هذا الإشي بأنه أصلا كان فيه اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في سنة 2013 بسمح للمدققين الأمريكيين بأنهم يدققوا أعمال الشركات الصينية ونتيجة لهذا القرار سافر المدققين الأمريكيين للصين في هذه السنة وتفاجأوا بأنه السلطات الصينية بتمنعهم من أداء مهماتهم لكن في هذا الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تقريب العلاقات مع الصين لذلك ما صار فيه مشاكل كبيرة وسمحوا للشركات الصينية أو أعطوها استثناء بالأحرى أنها تمارس أعمالها دون أن تخدع لرقابة PCAOB لكن لاحقا بعد ما تبين بأن الحكومة الصينية مساهمة كبير في عدد كبير من الشركات الصينية وتبين أيضا أن كثير من الشركات الصينية بتتلعب في أرقامها وما بتلتزم فيها وكان آخرها شركة Lucky Coffee اللي خبّدت المساهمين خسائر بمليارات الدولارات بعد ما تلعبت في النتائجة المالية بمئات المليون صار الموضوع مريح جدا وفي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب اقتصادية شاملة على الصين وقع عليهم غرامات وعقوبات اقتصادية وفرض الكونغرس الأمريكي والغريب وبشكل لافت باتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بأعلى نسبة في تاريخ الولايات المتحدة خلال حكم ترامب هذا القرار كان بنص على أن أي شركة صينية ما بتسلم بياناتها المالية خلال ثلاث سنوات سيتم شطبها من البورصة الأمريكية وبالتالي كل شركة صينية لحد سنة 2024 ما بتسلم بياناتها المالية لأمريكا رح يتم شطب أسهمها يعني احنا بنحكي على وقت حوالي سنة وثلاث أشهر من الوقت الحالي ويضاف لهذا الإشي كمان بأنه أصلا الشركات الصينية مدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية بنظام بنسميه VIE Structure واللي هو يعتبر Structure غير قانوني للشركات في الصين بسبب أنه الصين بتمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في بعض القطاعات فيها مثل التكنولوجيا والاتصالات وغيرها وبالتالي نتيجة لهذا القرار يعني صفى المساهمين محطوطين في موقف كتير صعب الولايات المتحدة الأمريكية بدها تشطب الشركات الصينية من بورصاتها والصين ما بدي اعترف بهذا الشكل من الملكية في هاي النوعية من الأسهم كأنها ملكية حقيقية وبالتالي في حال صار أي قرار لا سمح الله ممكن يكون فيه إلى عواقب وخيمة على المستثمرين في الأسهم الصينية في هذه الظروف طيب هل الاتفاق اللي صار بين أمريكا والصين خلص أنقذ الصين من أنه شركاتها يتم شطبها من الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة أنه ألل احتمالية الشطب ولكنه ما ألغى الاحتمالية بشكل نهائي وهذا التصريح كان من بنك جولدمن ساكس الأمريكي اللي هو بنك أمريكي معروف في الاستثمار وأشرف على الاستثمار الخاص أو بالطرح الأول الخاص بكثير من الشركات الصينية كان البنك في بداية السنة الحالية يقدر بأنه احتمالية شطب الشركات الصينية هي حوالي 95% لكن بعد القرار الأخير تراجعت الاحتمالية نسبة 50% لكن خلينا نسأل نفسنا شو هو الدافع الحقيقي للقرار كونه أمريكا والصين اختلفوا في الموضوع من حوالي 9 سنوات ورفضت الصين الالتزام بالقرار وشو سبب توقيع الاتفاق حاليا مع أنه التوترات العسكرية والاقتصادية على شدها بين أمريكا والصين هذا بيخلينا نفكر هل الصين مضطرة أنها توقع هذا القرار ولا الصين موافقة أنها توقع هذا القرار وبصراحة في فرق كتير كبير بأنك تكون مضطرة على إشي معين بينما أنك تكون موافقة على إشي معين لما الصين موافقة على هذا القرار هذا معناته أن القرار ما رح يتغير وأن الصين رح تمشي في القرار للنهاية أما إن كانت الصين مضطرة أنها تتخذ هذا القرار فهذا معناته أنه إن تغيرت الظروف وصارت الأوضاع الاقتصادية في الصين أفضل فيمكن الصين تتراجع عن قرارها وأنا شخصيا أؤمن بأن الصين اضطرت أنها تتنازل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتعاني منها الصين حاليا مشاكل في العقار، مشاكل ديمغرافية، مشاكل مع الجيران، انكماش اقتصادي وكمان في سيطرة أمريكية على بعض المقاطع الاقتصادية المهمة جدا من ناحية تكنولوجية للصين ما تمتلكها لحد الآن وضغط الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء في ملف تايوان وبالتالي الصين اليوم عم بتشوف حالها محاصرة من أماكن كتير داخليا وخارجيا ومع التشديد الصيني ومعاقبة الصين لشركات التكنولوجيا بغرامات بالمليارات على مدار آخر سنتين صفها أنه أهم وأكبر قطاع اقتصادي صيني خارج القطاع العقاري أصلا عم بيعاني من مشاكل الاقتصادية غير أن القطاع العقاري اللي هو أكبر قطاع يساهم في ناتج المحلي الإجمالي الصيني أكبر شركات العقار عم بتعاني فيه حاليا زي ما كلياتنا عرفين لذلك القرار بحد ذاته بيأخذنا لتصريح جاري جينسلر اللي هو مدير الاس اي سي اللي هي هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية الخاصة بإدراج الأسهم في البورصة الأمريكية جاري جينسلر بيصرح بأنه هذا الاتفاق هو اتفاق مبدئي وما في داعي أنهم المستثمرين يفرحوا زيادة وحقيقة إحنا بننتظر التنفيذ أكثر من القرارات لأنه الصينيين معروفين بينهم بيوافقوا على القرار وبعدين بيتراجعوا عن القرار لكن بالنسبة لبعض الناس اللي بيسألوا هل الولايات المتحدة الأمريكية جدية في شطب الشركات الصينية الولايات المتحدة الأمريكية في شدة الجدية ومصممة على شطب الشركات الصينية إذا ما التزمت في القرارات الأمريكية وبالتالي إحنا اليوم عادينا منحكي على وضع حساس جدا بالنسبة للمستثمرين اللي بيشتلوا الأسهم الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا الأسهم الصينية هارت بدرجة كبيرة خلال آخر سنتين وتراجعت أسهم كبرى الشركات الصينية مثل علي بابا ونيو اكسبينج لمستويات غير مسبوقة لكن رغم كل هاي التراجعات ورغم أنه أسعار هاي الشركات صارت كتير رخيصة بالمقارنة بالقيم الحقيقية لهاي الشركات لسه لا يزال في مجال لمزيد من التراجع كون الظروف السياسية والاقتصادية مهيئة لمزيد من التوترات ومهيئة لمزيد من الضغط على الاقتصاد الصيني وأخيرها وأنا بعمل الحلقة قبل شوي اكتشفت أنه في قرار أمريكي صدر مساء بيمنع شركة انفيديا وشركة ايم دي الأمريكيات من بيع أنواع محددة من الشرائح أو أشباه الموصلات عالية التكنولوجيا للشركات الصينية بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاتفاق الصيني بأقل من أسبوع اتخذت قرار يضر بشكل كبير جدا بالتكنولوجيا الصينية وقرار اعتبرت الصين نفسها عبارة عن محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها الاقتصادية الكاملة وسيطرتها التكنولوجية على العالم ومحاولة لمنع الشركات الصينية من الانتشار والمنافسة خارج الصين وبالتالي متوقع بعد القرار يكون فيه مزيد من التراجعات للأسهم الصينية وكمان لأسهم أشباه الموصلات الأمريكية طبعا هذا القرار ايش رح يكون تأثيره على شركات اي ام دي و ام فيديا بالمدى القصير رح يكون تأثيره محدود لكن بالمدى الطوير رح يكون تأثيره كتير كبير لأن الولايات المتحدة الأمريكية رح تضر باستمرار تمنع ام فيديا و اي ام دي وغيرها من الشركات أشباه الموصلات من أنها تبيع أفضل التكنولوجيا الخاصة فيها للصين وهذا معناته انه رح تضطر الصين انها تصرف عشرات مليارات الدولارات في انها تطور هاي التكنولوجيا محليا وبالتالي احنا بنحكي اليوم على العالم بتقل فيه العالمة بشكل متسارع وعم بتوجه لمزيد من الانعزالية ومزيد من الابتعاد عن الصين لصالح التصنيع المحلي أو التصنيع في دول أخرى غير الصين لذلك كل العوامل اليوم بتشير لأنه الوضع في الصين سيء والاتفاق الأمريكي الصيني ما هو إلا اتفاق مبدئي لا يغير من الوضع الحالي أي شيء الأسهم الصينية في الوضع صعب وبالنسبة للمستثمرين اللي بيشتروا الأسهم الصينية في البورصات الأمريكية أنا يمكن من لما بلسنا نحكي على الأسهم الصينية في قناتي ولحد اليوم بعيد وبزيد وبكرر لا تشتروا أي سهم صيني في البورصة الأمريكية إذا بتحبوا تشتروا أسهم صينية اشتروها في البورصة الصينية فقط في البورصة هونغ كونغ أو في البورصة الصينية نفسها أما غير هيك فلا تشتروا أي سهم صيني مدرج في أمريكا حتى كمان عزان يعني لمزيد بس من التعمق في الأخبار في خمس أو ست شركات صينية أعلنوا بنفس الوقت على نيتهم الانسحاب من الولايات المتحدة الأمريكية وأنهم يعملوا شطب لأسهمهم من أمريكا بعد ما تبين بأن الحكومة الصينية هي أكبر مساهم في هاي الشركات الخمسة والقرار بما أنه صدر من الشركات بنفس الوقت معناته أنه فيه تنسيق بين الشركات الصينية والحكومة الصينية بكل القرارات اللي بتتخذها الشركات الصينية ما في سوق حرف الصين والحكومة الصينية بتدير كل إشي حتى الأشياء والأفعال والقرارات اللي بتتخذها حتى أصغر الشركات الصينية مثلا شركة علي بابا شفنا كيف الحكومة الصينية تقريبا نصلت لمرحلة أنها صارت راح تحطم شركة علي بابا لو لأن الصين توقفت بسبب المنافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذا كله بياخدنا لسؤال أخير واللي هو ما هو مستقبل الشركات الصينية والاستثمار فيها وما هو مستقبل الصين الشركات الصينية بأسعارها الحالية خلينا نتفق بينها أسعار كتير رخيصة والصين هي تاني أكبر اقتصاد في العالم واقتصاد مهم هذا شيء لا شك فيه والصين راح تضل جزء مهم من عوامل الإنتاج عالميا هذا شيء لا شك فيه والخوف اليوم من الأسهم الصينية خوف مبالغ فيه هذا كمان شيء لا شك فيه بالتالي الاستثمار في الأسهم الصينية واستثمار عالي المخاطرة ولكنه من وجهة نظري الشخصية استثمار مربح في المدى البعيد إذا اخترنا بعض الأسهم الصينية بشكل صحيح واستثمرنا في البورصة الصينية للمدى البعيد لكن هل نستثمر اليوم في الأسهم الصينية أنا بشوف أنه الوقت في الاستثمار في الصين حاليا لسه مش مناسب وأنه لسه الأسابيع القادمة ممكن تحمل المزيد من الأخبار اللي ممكن ما تكون سارة بالنسبة للناس اللي حابين يستثمروا في الصين لذلك ما رح نستثمر في الصين اليوم رح ننتظر حتى يبين هل في قرارات حقيقية على الأرض للتقارب بين أمريكا والصين خاصة في مجال عدم شطب الشركات الصينية من أمريكا وتذكروا أنه 2024 مش بعيدة بعيدة عنها سنة وثلاثة شهور فقط وفي حال شطب الأسهم الصينية من أمريكا هذا الإشي رح يؤدي لخسائر فادحة للمستثمرين في هذه الأسهم وعندكم أكبر مثال شركة ديدي اللي خسرت حوالي 90% من قيمتها بسبب أنه الصين أجبرت الشركة على شطب أسهمها من الولايات المتحدة الأمريكية بتمنى لكم التوفيق في نهاية الحلقة وإن شاء الله بنشوفكم في فيديوهات جديدة كنت معكم أرا محمود يوسف ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر